خلينا نتكلم في البداية قبل أي حاجة خالص ليه المهرجان نجح؟ يعني إيه اللي نقدر نقول عليه النهار ده دي من أدوات النجاح اللي قدر يحققها المهرجان؟ إدارة يعني أحد الحاجات مهمة جداً أنا أستاذ إدارة في الأكدام البحرية علم الإدارة أول وظيفة أساسية فيه هي التخطيط أي مشروع أي مهرجان أي حاجة في الدنيا لو حطت لها خطة مصبوطة هتنجح يعني أنا فتكر جورج بيرنرد شو عنده جملة حلوة جداً بيقول الناجح لديه خطة وبرنامج أما الفاشل فلديه تبريرات فأنت عشان تنجحي في أي حاجة في الدنيا لازم بيعندي خطة حتى الطالب اللي في المدرسة عشان ينجح لازم بيعامل خطة كده للمذاكرة الخطة دي بتشوف أنا بعمل المهرجان ليه فإيه الهدف اللي أنا عايز أوصله؟ حاجة تانية إيه الأكشن أو الحاجات اللي أنا لازم أعملها حاجة التالت وحاجة مهمة جداً فكرة التقييم أنا كنت أحطت هدف معين إيه اللي اتحقق منه؟ لازم أحطق حطة التقييم والتقييم ده هيساعدني بقى في السنة الجاية طب إيه الحاجات اللي أنا شايف أنها تعملت بشكل متوسط السنة دي أعملها السنة الجاية؟ فأي حاجة في الدنيا عشان تنجح لازم يكون لها خطة والخطة دي بتشمل النقاط اللي أنا اتكلمت عليها حظيم جداً طيب إحنا عندنا معطيات المعطيات أنه كان عندنا مدينة فيها 21 مليون لغام وتحولت من مدينة الألغام إلى مدينة الأحلام وجبنا فيها في وقت قياسي شهرين وشوية أكتر من مليون سائح في وقت إحنا كنا بنشتكي فيه من العملة الصعبة ومن أن ما فيش دولار وخلافه نبني على ده إزاي؟ إزاي بقى لو حضرك بتقول إدارة نستفيد من هذه التجربة إزاي؟ ونكررها ونستنسخها ونستفيد فيها على الأقل في الشتر اللي جاي هو نجاح لمهرجان ده جزء كبير جداً منه جوة تخطيط برضو فكرة القوة النعمة أن أنا عندي تنوع شديد جداً ما بين نجوم مثلاً كورة ما بين نجوم فن ما بين نجوم ده في حد ذاته يعني يعني عايز أقول لك حاجة صغيرة الناس كتيرة ما بتعرفش معلومات غير من خلال النجوم يعني عادي الإمام لما جاب مثلاً الحب في زمن الكوليرا ما حدش كان يعرف جابريل جرسة مركز يتعرف منين؟ من خلال القوة النعمة فأنا دل رأيت اللي ميكون عندي نجوم بجيبهم في مكان معين والنجوم دول ليهم جمهور كبير جداً شيء طبيعاً ده هيعمل جازب سياحي سواء داخلي أو خارجي يعني هقول لحاجة مثال بسيط جداً أوبرا وينفري مثلاً فالفين وحد عشر راح تشتريد كده كان حاجة جهاز زمان كنا بنقرأ عليه الكتب كان اسمه إي ريدر اللي هو أمازون كيندل ودخلت على الويب سايت بتاع أمازون قالت إنه أمازون كيندل ده أحلى حاجة حصلتلي في حياتي تخيل إيه اللي حصل من كتر ما الناس دخلت تعلق على الكلام اللي قالت أوبرا وينفري وتشتري الجهاز ده السايت نفسه بتاع أمازون وقع ده إيه إحنا بنقول هنا إيه ده مثال جيد لقوة أو تأثير القوة النعمة فأنا لما جيب كل النجوم دول وحطهم في مكان شيء طبيعي إن ده يبع جذب سياحي المنطقة كلها بتشتعل بالفكرة دي السعودية الإمارات كل ده إيه بيوص على فكرة القوة النعمة إزاي تبقى ليها دور إيجابي في جذب السياحة مصر فيها أماكن جميلة جدا بس إحنا حتى في الإدارة عندنا فكرة سامبلنج يعني سامبلنج يعني دوأك دوأك حتة صغيرة أول ما تدور حتة صغيرة بتجيبك هتعمل إيه هتيجي مرة واثنين وممكن المرة تقول إنه أنا بدوأك فيها دي أقولك تعالى أنت كساح تعالى أنا هجيبك بنص الساعة أنا هجيبك مجانا فلما تبص وتشوف الجمال والحلاوة اللي موجودة دي إيه اللي هيحصل هتيجي مرة تانية وبعدين تعمل لي حاجة بنسميها الوردوف ماث أو كلمة الفم الإيجابيات تقول لناس إيه ده لا ده فعلا مصر جميلة جدا العالمين دي أحد يعني حتة من الجن فخلاص هتلاقي كل شوية لأحد ودايما في الإدارة بيعتبروا إنه أي شركة نجحة لو احنا افترضنا إن ده شركة أو مشروع هي اللي 70% من العمل الجودات بتوعها بيجوا عن طريق كلمة الفم يعني أنا ممكن بعد شوية أبطل إعلانات عن مهرجان العالمين لكن الناس اللي جات السنة دي هتجيب لي عشر أضعاف الناس دي السنة جاء ويبقى احنا كده مشينا بشكل تلقائي جدا وما صرفتش فلوس كتير